السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنضع معنا الوحدة الرابعة من مقرر مبادئ في علم الفيزياء 101 طبعا هذه الوحدة تتناول قوانين نيوتل للحركة وتطبيقات عليها طبعا كان لابد نحن نتساءل في هذه المرحلة عن الأسباب التي دفعت بجسيم معين إلى الحركة في مصار محدد درسنا طبعا في الوحدات السابقة وصف حركة الأجسام دون معرفة مسببات هذه الحركة ورأينا العلاقة بين موضع الجسمي للإزاحة طبعا والزمن بتحدد مصاري الجسيم إن علاقك هذه هي تماما ما نهدف إليه في النهاية عايزين احنا طبعا درسنا الإزاحة درسنا السرعة درسنا التسارع ولكن دي كلها حركة مهمة عندنا حسابات هذه الكميات الفيزيائية لكن ليس مهمة عندنا أن ندرس مسببات الحركة اليوم إن شاء الله نتكلم عن قوانين نيوتل للحركة وناخد تطبيقات عليها قوانين نيوتل للحركة وتطبيقات عليها طبعا علم الديناميكا هو العلم الذي يبحث في القوة المؤسرة في الجسم وما تحدثه هذه القوة من تسارعات دعا علم الديناميكا يمكن تعريف علم الديناميكا بأنه هو علم الذي يهتمي بدراسة حركة الأجسام تحت دأسير القوة المختلفة يبقى الحركة ومسبباتها الجزء السابق طبعا أحنا ده كنا بنتكلم عن علم الكيناميتيكا علم الديناميتيكس ده ركزنا على وصف الحركة من إزاحة وسرعة وتسارع دون نظر إلى مسبباتها درسنا إزاحة درسنا السرعة درسنا تزارع دون نظر إلى مسببات كل منهم لكن احنا هنبدأ اليوم ان شاء الله نتعرض الى كمية فيزيائية هامة وهي القوة ودية عبارة عن مسبب مسببات الحركة سوف نزل قوانين نيوتن للحركة بالاضافة لقانون الجذب العام اول قانون دي قانون نيوتن طبعا نيوتن عمل قوانينه في القرن السادس عشر بعد جليله مباشرة اول قانون كان بنص على على ان يبقى كل جسم على حالته من حيث السكون او الحركة بسرعة منتظمة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته السكونية او الحركية يعني الجسم ده هيظل على حالته انت واضع كتاب على منضضة واضع كرسي في مكان معين هذا الجسم يبقى على حالته مدى الحياة الى ابد الابدين ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من تنغله من مكان الى اخر او جسم يتحرك بسرعة معينة وهذه السرعة هذا الجسم يظل متحركا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية نفهم القانونية ان الجسم الساكن يظل ساكن والجسم متحرك يظل متحرك والجسم متحرك بسرعة منتظمة وخط المستقيم يظل متحركا هكذا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من سرعته او اتجاهه او كلهما معا طبعا احنا نأخذ السؤال السؤال الان هل يمكن تحقيق قانون نيوتن الاول عند التأثير على الجسم مجموعة من القوة الخارجية احنا بنقول والله ان هذا الجسم يظل ساكن او يظل متحرك ما لم تؤثر عليه قوة خارجية طب وحنا لو اثرنا على هذا الجسم مجموعة من القوة الخارجية هل يمكن تحقيق قانون نيوتن الاول طبعا اجابة نعم ليه اجابة نعم اتحق ذلك عندما تكون محصلة تلك القوة مساوية السفر يعني الجسم في حالة اتسان نستنتج من ذلك ان محصلة القوة المؤثرة على الجسم الساكن او الجسم متحرك بسرعة منتظمة تساوي سفر ويسمى الجسم في هاتين الحالتين بالجسم المتزن يبقى الجسم المتزن هو جسم برضو جسم في حالة سكون او في حالة حركة اجسام المتزنية جسم متزن هو الجسم الذي المحصلة القوة بساوي زيرو طبعا في هاتي الحالة احنا ممكن نقول انه الجسم ده كالاتي يعني احنا لو خدنا كده وكتبنا هذه المكتب نكتب المعادلة كتابة ازاي يعني محصلة القوة زي كده نحن مساحة فاضلة هذه سميشن اف اكستيرنا مثلا قوة الخارج بساوي سفر في هاتي الحالة الجسم ايه متزن هم الجسم ايه متزن في النقى طبعا مبداع مهم جدا هو مبداع القصور الزاتي هو ميل الجسم الى الحفاظ على حالته من حيث السكون او الحركة هناخد امثلة اجسام المبتزنة زي مثلا كتاب مستقر انت وضع كتاب على سطح مكتب ما ظل بتحبط باتجاه سطح الارض وبسرعة سابتة وبخط مستقيم قمر صناعي بيدور حول الارض في مدار سابت وبسرعة زوية سابت دي كلها امثلة للاجسام المتزنة هناك امثلة اخرى الراجل بيتزلج بيتزحلك كده على الجليد في مصار دائري وبسرعة زوية منتظمة كرة معدنية في تايوب ستوكس لتعيين اللزوجة وهي تسقط بسرعة سابتة وبخط مستقيم طبعا في تايوب تحت ستوكس احنا عبارة عنه احنا بيبع عندنا انبوبة الانبوبة دي بيبع فيها سائل بهذا الشكل السائل ده بيبع بسائل لزج احنا بنسقط القرى المعدنية كور معدنية بنسقطها في السائل ده احنا بنجي التجربة ازاي بناخد احنا هنا خط وهنا خط ده كده علامة ونبدأ نبدأ حسابات الزمن من هنا من النقطتين مثل ايه هو بي ليه ليه ما اخدناش من فوق هنا لان احنا الكرة في الاول في الهواء بتبع بتتحرك طبعا بطريقة حرة سقوط حر واول ما تدخل في السائل ده اللي هو الجلسرين او الزيت او الماء او ايا كان عشان نعين معامل اللي زجح حقه الاول بتوبة سريعة تدخل السائل يبتدي الكرة تلاقي مقاومة يبقى هتوبة واقعة تحت تأثير مقاوتين في تسارح هنا في تنافس بين القوتين مؤثرين على الكرة كرة تمنحها من الحركة الى اعلى وقوة تحركها الى اسفل يبديل قوتين وزنها الى اسفل هو الوزن ودي مقاومة السائل مقاومة القوتين دولا هما بيحصل فيه تسارح لغاية ما يتساوى وزن الكرة الى اسفل وهو القوة المحركة للكرة لسقوط الكرة ومقاومة السائل الى اعلى اول ما يتساوى القوتين في هذه الحالة الكرة تبتدي تبقى مجموعة القوة المؤسرة عليها كان سفر مجموعة القوة وبالتالي احنا منقول عليها جسم المتزن وبتسقط في هذه الحالة بسرعة سابتة وبخط مستقيم قطة المطر تسقط باتجاه سطح الارض بسرعة سابتة وبخط مستقيم طب امثلة خدنا امثلة للاكسام المتزنة طب غير متزنة زي ايه جسم التحرك رأسيا في المجال الجاذبية الارضية سيارة متحركة وسرعتها تتناقص لاستخدام المكابح او الفرامل طبعا مدام دخلنا قوة تانية تمام بتمنع عن الحركة وهذه القوة مختلفة عن القوة اللي بتحرك بمجموعة القوة المؤسرة على هذه السيارة لا تساوي السفر صاروخ يرتفع بتسارع سابت مصعد يرتفع الى اعلى دي كلها دي امثلة للاكسام الغير متزنة ترجمة نانسي قنقر